دعونا أوضح الفكرة مرة تانية هنا إلهي إلهي لماذا تركتني لا يعني الانفصال لأن اللهوت لا ينفصل عن النسود لكن تعني الترك بالمحبة الترك إنه للألام والعذاب لأنه المسيح قال الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب وهذا مهم جدا أحبائي ندرك هذا الأمر هنا أحبائي بيتكلم إنه المسيح فعلا جاءوا أكمل كل شيء بحزفيره حتى النبو الأخير أنعطشان وأخذوا خلا وحاولوا يسقوا المسيح هي فكرة إنه يعني اليهود اللي عند الصليب عم بيسمعوا الكلمات اللي هي إذا كانت الكلمة الأولى أو أي كلمة اللي بتعبر عن سفر المزامير إلهي إلهي فاليهود على طول فهموها إنه هذه الكلمات التي تشير إلى المسيح وهنا منشوف روعة تتميم النبوات في شخصية المسيح كنائب عن كل البشرية اتعاطف مع الإنسان الخاطئ اتعاطف عندما كان بالمعمودية في نهر الأردن مكان وقف مكان الخطاء التوابون وأيضا هنا على الصليب يتعاطف مع كل الجنس يعني بيأخذ داود معاه كل البشرية بالصرخة المؤلمة صرخة الأجيال إلهي إلهي لماذا تركتني بيأخذ كل الأجيال اللي بتصرخ أين أنت يا رب لكن الله لم يتركن أحبائي لكن أحبائي سمح لموت المسيح لكي ننتفع بكفارة المسيح